أكد مجلس الجامعة العربية أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية التي أتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ودورها بحماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخ القائم فيها والحفاظ كذلك على هويتها العربية ضد الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية وثمن المجلس في ختام أعمال دورته العادية كل الجهود الأردنية الهدفة إلى الحفاظ على مدينة القدس الشرقية ومقدساتها والتراث الثقافي والإنساني